يقول لك اليوم فريق الرئيس نجيب مئاتي أو الفريق اللي عم يدفع عن فكرة اليوم تعيين بديل أنه إذا وصلنا للسيناريو الأسوأ وانتهاء ولاية أو انتهاء اليوم خدمة القائد الجيش أو صلاة عهد قائد الجيش لحماد جوزيف عون أو فترة خدمته اليوم وصلنا للفراغ من يستلم اليوم؟ موفي رئيس أركان طرح قائد الجيش أنه لازم هالي أول مرة بيسمعه بيصرح بتصريح تقريبا سياسي أنه لازم يتعين رئيس أركان ما هك؟ لماذا؟ أنا تحليلي وبرأيي لسببين السبب الأول لازم يتعين رئيس أركان بيحقله ساعة قائد الجيش يسافر ويروح ويجي مقيد الموضوع الثاني والأهم قائد الجيش إذا كان مرشح لرئيسة الجمهورية لا يستطيع أن ينتخب رئيسة جمهورية إذا ما فيه قائد جيش هو موضوع بك أن يستقيل لا ما استقابته هو حكما بالدستور كان لازم يستقيله بعد ست شهر بس بحاجة لتعديل دستوري عدلوا الدستور إذا ما فيه رئيس أركان إذا ما فيه رئيس أركان ما بيقدر يعمل رئيسة جمهورية إذا كان عرص وطني بنفس بتروح الحكومة بتعين أي حكومة حكومة تصريف العمل خلص انتهى دورة إجا رئيسة جمهورية يعني عم بتقلي إذا راحوا لتعديل دستور أو اتفاق على رئيس القاعد الجيش رئيسة الجمهورية ومع تعديل دستور ما بيقدر ينتخب إذا ما فيه رئيس أركان هلأ ماشي لأنه هو قائد جيش وما فيه رئيس أركان انتخب ناقى رئيس جمهورية رئيس جمهورية كيف بيفلت الجيش مين بيستلم الجيش أبيعلك لوزير جبران بسير لعلك الأمرى للضابط الأرفع رتبته من هنا لوصلك من هنا لوصلك بس في منه مقتنعين منه مش مقتنعين أنه بالحياة العسكرية بالتراتوبية العسكرية المادة 39 من قانون الدفاع مادة 39 من قانون الدفاع بتقول يا خيي طيب إذا لا سمح الله مات قائد الجيش ومات رئيس الأركان نقول له للجيش فل عبيتك لحين ما ننتخب رئيس جمهورية حين ما نعين ضابة الأمرى ضابة الأرفع ضابة الأعلى رتبة المادة 39 مثل أنا لما كنت وزير داخلية أنا كنت وزير داخلية وانتهى وطلع على التقاعد المدير العام اللواء أشرف ريفي يالي منوجه له تحية استلم عينت وقتها استلم الأمرى الضابط الأعلى رتبة كان مسيحي هلأ بالأمن العام نفس الشيء اللواء بيصر اللواء بيصر بالأجهزة الأمنية ما في شيء اسمه فراغ هلأ إذا بيقبوا مع الندي يعني حضرتك مع وجهة النظر أو القانون بيقولوا قانون الدفاع اليوم أنه بيستلق الأمرى يعني ما في شيء اسمه فراغ حتى من دون رئيس أركان ما في شيء اسمه فراغ وعطيتك المادة 39 بقانون الدفاع ما عم بيحكي عن خليني نراجعوها للمادة 39 بقى نحن هون أمام إشكالية في فريق بيقول لا لازم يكون في رئيس أركان وما بنقبل إلا رئيس أركان طبعا بلو أنا إذا ما بتقبل غير رئيس أركان نحن ما فينا ننتخب قائد الجيش رئيس جمهورية بنعين رئيس أركان وإذا انتخبنا قائد الجيش رئيس جمهورية بده على لي 3-4 تشهر ليقال لي في حكومة مين بيستلم إيادة الجيش على أيام الرئيس ميشيل السيمان وقت اللي انتخب كان في رئيس أركان هو استلم لمدة 4 تشهر إيادة الجيش هلأ ما في رئيس أركان فإذا خلينا نتفق إذا بدك تحمل رئيس جمهورية ومشان هكو هون الإصرار يعني من هون إصراره على أن يكون في رئيس أركان وهو المستفيد طبعا قائد جيش بيساعده بكل الأمور بس هيدا كيف شفت التصويب عليه لقائد الجيش من الوزير جبران باسير مبعا أنا ما عندي المعلومات اللي عنده إياها الوزير باسير بسيدا براعك مش تصويب السياسة اليوم تلك الخلافات السياسية بتودي إلى أنها تفجر المقالع كلها والكسارات كلها بالنسبة لأننا نحكي موضوع قائد الجيش برأيك التسويه إذا حصلت أو اليوم نعرف دور القطر ودعمها إلى ترشيح اليوم العماد جوزيف عون رأيك التسويه إذا مشت مع كل أطراف الأوفر حظا هو قائد الجيش إذا انتقلنا إلى الخيار الثالث أنا بدك الحقيقة الأوفر حظا هو الإسم اللي ما انطرح بعد هو الفراغ الفراغ واصل مش مشكلة على طول فراغ بكل شي لأ شوين في عنا ما في شي كله فراغ تشتري شقفة أرض روح سجلها ببعبنا روح سجل سيارتك كله فراغ مش بس الفراغ هو يعني ما أحليهم أنه بيفتشوا على أنه لأ نحنا لازم هوني ما نقدر نوقف هذي الدولة بلا تمشي طب خيال الدولة بتمشي أهم بمرافق مسكرينها هي اللي هي بتفوت مصاري للدولة بتعرفش بتفوت مصاري تعرف على أنا بتذكر على أيام الألف وخمسمية من مصر مرة عم بسألن مرة عم بسألن قداش الدعم بتفوتوا يومية بتعرف كين تب على قلي المصلحة السيارات بتعرف كين يفوتوا يومية عجيوبهم ولا على الدولة على عجيوبهم على عجيوبهم لك هذا البلد هلأ بنحكي بمرحل 450 ألف دولار يومية لموياة معدد تفوتوا على خزينة الدولة لمن كان 1500 ولكن إحنا أغنى دولة إحنا مش بحاجة للشعادة ووالله مش بحاجة لسندوق النقد الدولة نحنا بحاجة لعالم تعرف كيف بتحكم البلد هيدا نحنا بحاجة لعالم وإذا من عدد من